موسيقى طلابي العزاء يعطيكم ألف 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 عافية وكل عامه انتوا بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك ودائما في كل سنة ما بيظبط يكون شهر رمضان المبارك وجداونه إلا برفقة الأستاذ الغالي حبيب الجرس الأستاذ مصعب القطاوي الله يبارك فيك أستاذ محمد مشعل الله يعطيك العالم أستاذ مصعب وحبيب القلب تقبل الله طعات وكل عام وأنتم بألف ألف خير وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة والعافية على الجميع وإن شاء الله يكون شهر إنجاز شهر إن شاء الله يتحقق في أحلامكم جميع إن شاء الله تشتغلوا فيه تتعبوا فيه تنجزوا فيه ما يكون شهر عليكم نوم وكسل لا طبعا أكيد طبعا اليوم طالعين في جدول لفروع العلمي الفرع العلمي فروض فرع العلمي جماعة تمام إن شاء الله أنا والأستاذ مصعب ما رح نقصمك وطبعا الأساس في موضوع الجداول هو مصعب القطاوي بس إحنا حبيبنا دايما ننور عليكم ونعطيكم يكوشوية إضفاء نصائح بسيطة رحنا بنحكي وإن شاء الله رح ننصح الطلاب بدي أسألك طيب سؤال أستاذ محمد تمام من خبرتك ومر عليك 2003 ومر عليك 2002 ومر فيهن شهر رمضان نعم هل شهر رمضان أخدو كاستراحة استراحة بريك هل ما بندرس بشهر رمضان؟ هل بنتعب يعني يتعب فيه هذا الشهر رمضان؟ أنا ملخص بكلام رح أحكي أن شهر رمضان هو شهر الإنجاز والإبداع ليش؟ يا جماعة إحنا كل اللي بنسوي فيه بندرس صحابة رضي الله عنهم وأنا مش قاعد ببالغ نحن نحكي بإشي واطعي كان الجهاد في شهر رمضان وبالرغم من ذلك يكونوا صايمين بدي أحكي شغلة بسيطة تذكر أنه أنت قاعد تدرس في بيتك في ملازة إن شاء الله يكون جو كويس في مكان آمن في مكان مريح تذكر أنه في ناس عم بيقصوم الأربعاش والخمستاشر ساعة وهو بيشتغل تحت شعة الشمس الحارقة والحارة ثمن لتسع ساعات بالرغم من ذلك لم يفطر وأدى عمله بشكل كامل لك شهر رمضان شهر نستمد منه القوة والإبداع والفخام إن شاء الله أنا متأكد أنه بتقدروا تغيروا كل المجاري باتجاهكم وكل الثبل أنه هذا الشهر عن جد أطلع منه أقول أنجز أكيد ولم يكن عبئاً ولكن كان همة وزيادة في النشاط هذيك يوم طالب عندي بالمركز بيقول أنه بنحكي أنه متى حسن الله صلى الله عليه وسلم محمد أنه مقابل العالي زي ما معيدها لم يتغير شيء بيقول لي وانا شو بده يجيبني قبل أنا بأحبش أدرس في رمضان طب وحبيبي يعني عفوا نقدش ضايل الجماعة ماكسيمم ضايل ثلاث أشهر ككيد وأنا متأكد من اليوم بدأ العداد أقل من ثلاث أشهر نصائح بسيطة ومن ثم رح نعطي إن شاء الله جدول للجماعة اللي بداوموا في المدارس والبعض في كثير كسلنين هسا وعطلوا فصديقاً لكلامك اللي هي الآية قل عسى أن يكون قريباً طبعاً طبعاً وبالله عليكم يا جماعة الناس اللي عندها فتور الناس اللي عندها تعب الناس اللي ملاني الناس اللي قرفاني عشيتها أستحلفك بالله أستحلفك بالله يا جماعة لم يتبقى إلى القليل والله العظيم شيل الشيء السلبي طبعاً هذا المخ السلبي يشيله يا جماعة الخيل الأصيلة متى بتشد؟ بالآخر الأصيلة أغلى أنواع الخيول يعني أنا بهمنيش بالبداية تكونوا سفاح بالأخير تطلع لرقم عشرة أنا بدي تشد وتوصل متى في النهاية بالمرتب الأولى والله كلكم تستطيعون والله بقوة الله عز وجل وحاولوا تستطيعون يا أخي هذا شهر رمضان عندي أواقع دعاء مستجاب هذا وقت السحر ووقت اللي هو أذان المغرب يا أخي ادعي طلع كل شي بنفسك واتعب واربط الأعمال بالأسباب وأنا متأكد سوف تصل إلى ما تصبوا إليه يا رب نبدأ سيد العزيز إحنا بدنا نبلش برقم ثلاث مش برقم اتنين ولا برقم واحد نعم نعم نهاية أتوقع إحنا لنا الأهم في موضوع المهام اليومية نعم خطة بالمهام اليومية تمام لكن لن نضع خطة بالمهام اليومية إلا إذا حفظ على الماء والنوم نعم طبعاً من بدش يصير جفاف والتغذية السليمة طبعاً إذا إحنا بنوصل للهدف للغولز اللي هي وضع خطة بالمهام اليومية نعم بالاستبات اللي قبلها صحيح اللي هي الماء والنوم والتغذية السليمة السليمة هذول كنقاط رئيسية وأساسية طيب نبلش مصعب بأخذنك التغذية أه تفضل أسلام جماعة التغذية السليمة طبعاً أنا مش دارش أحياء زي أستاذ مصعب والدكتور والتمريض والشغل كله يعني نصير مصعب تمام بس أكيد يعني ما بقدر أفتي ومصعب موجود بس أنا أكيد إلا ما يرشدني إذا روح تنعكت في أي شي الآن يا جماعة أول شيء عند الفطور أكيد 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 أول شيء يتمر بمد بالطاقة وبرفع مستويات السكر في الجسم مش سبع حبات ولا عشر حبات ثلاثة أتوقع شيء كثير مناسب وبعطي يعني همة كويسة هس إحنا غالب الظن أول أيام رمضان شو بالحمد لله لقنا نشرب ماء بعدين إشي كثير كويس نأخذ بريك نريح بصلاة المغرب خمس دقائق المعدة بيكون إيش مصعب دخل عليها الماي والتمر لينت عشان لينتها وتفرز الأنزيمات المناسبة للإفطار اللي هو اللي يجب بعد صلاة المغرب إفطار خفيفة ومتوسط معنى إفطار خفيفة ومتوسط صحيح نشوربها سلطة أي نوع خضار تمام أكل اللي مطبوخة وبالنهاية جماعة مش ضروري أضل أكل كل حد ما حس حالي إيش بالتخمة بالتخمة وانفزرت بدل ما تدرس عن نوم حتى لو دكتشوك تصلي ترويح بتروح وأنت بتنافق وحالتك حالي أنا أنت قضيت على هنتك تماماً طبعاً طبعاً يعني الإفطار الخفيفة أستاذ محمد نعم بيساعدك حتى لو كان في إشي بيشاهد قدامك على ما قدت الإفطار إحنا مشكلة هؤلنا مشكلتنا متعودين إنه عشر أصناف مباشرة على عشر أصناف في المعدة وهذا خطأ أنت كطالب ثانوي عام لازم تكون عارف مصلحتك وعارف مصلحتك بصناعة إيرور آآ آآ والله ما بتدرسه ما بتدرسه ابتعاد نهائياً على الحلويات بعد الإفطار مباشرة أستاذ قطايف شو أبعدنا ما قلنا إنه بتبعتها أنا أعطو لس في نفس ما شاء الله بيكونوا مجهزين قطايف من قبل الفطور يا جماعة بترتاح لك ساعتين سواء هاي الساعتين بلشنا الدراسة صلينا ترويح هيك إشي خفيف منه جددنا نفسيتنا وهمتنا وبعد هيك بلشت الدراسة بعد ما تكون قطعت وحسيت مخك بلش يفصل صلاح لك حلو ما عنديش مشكلة وكمان كمية بسيطة 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 نعم وهيو قال لك لتجنب الخمول والنوعز أكل المكسرات الأغذية تحوي على أوميغا ثري لتنشيط الضمار طبعا ما رح حكي بموضوع اللي هي شو المكسرات اللي رح ينصح فيها مصعب بس أنا بعرفها بس خلي مصعب يحكي عنها شو ممكن يوكلوا قداش الكميات المصعب هسه هي اصلاً اللي موجودة المكسرات الرمضانية نعم نعم لوز لوز جوست القلب أيوة جوست القلب كسية مهمة نعم شكلها كيف مشكلة زي القلب زي جوست القلب نعم اللي اللي ملحش فيها القطاير هاي شكلها زي سبحان الله زي الدماغ الحب الأساسية الحب الأساسية ليك بلا عيك او تمام هاي فيها ايش الأوميغا الثري هاذ الأنزيم اللي بيحفز الدماغ على الشغل على تنشيطك للدراسة على الحافزية للدراسة طبعا كل واحد لازم يكون فيه عنده حكيز دا اكيد طبعا اشي ينخذه حركه ما في الشي يا جماعة مش ضايل وقت شو اللي قابت استنى فيه يا حبي خلاص عوفت طيب لسحور هسا أكلنا وشربنا ماء طبعا الماء بدي حافظة له اشي كثير كويس كل ساعة شرب لك كاسة ماء نعم من هون لسحور كونشربت ستة سبعة ثمانية خمسة اشي كويس عشان نتجنب الجفاف والتعب والإرهاق اصلا السحور أكيد بيقول لك يفضل احتواء وجبة السحور على التمر والموز لأنه هاي اشياء بتمد الطاقة وما بتخليك تحس بالعطش وابعد عن المنبهات وحتى أنا مش بس شفت هايمن مصعبين حتى شفت عن جد هذيك لمطلع لي سبونسور لأخصائيين تغذية بيقول لك الكافيين على وقت لسحور حاول تبعد عنه لأنه بيظل يذر نعم بول فالذلك هاكيد شو بده يسوي بده يفقد ذاك اللي هو السوائل في الجسم لذلك احنا هاي موضوع التغذية متفقين علي ممتاز مية بالمية يا نصر مصعب ننقل إليك الماء طبعا أهمية الماء والنوم على النشاط البدني والدماء طبعا هسا المعدل الطبيعي لطالب ثانوية عامة أو لطالب الثانوية عامة إنه ينام من ست لك ثمان ساعات سبع ساعات حد تخرف وستة كويسات وكويسات وبزيادة كمان ومعنى ستة معنى ستة أو سبعة مش وراء بعض يعني ممكن أنام أربعة واروح برشاعة بس لخلق ساعتين خلص منية كويس هيك دايما هيك رمضان هيك احنا بنعرف وصول طبعا زيادة النوم مع الصيام بتأدي للكسل والخبول الزائد يعني نمت عشر ساعات هيضل جسمك طالب نوم طبعا نمت عشر ساعة لسه بدك كمان نوم كمان اطعاشر ساعة زيهم يعني نمت عشر ساعة بتوفرهن يا جماعة هذا شهر شهر ربنا بارك فيه بارك فيه بالقوت جد بالقوت اللي احنا بنوكله بارك فيه بالأموال وبارك فيه حتى بتلاقي سبحان الله عظيم يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر كان كالريح المرسلة فما بالك إذا ربنا سهل أمرك بارك لك فيه الفهم والله العظيم إنه نعمة يعني ما بعدها نعمة شهر بتقدر تنجز فيه يعني ناس كانت ما عندها دراسة والله العظيم لو حطت خطة كويسة نعم ويمشي عليها بقدر ينجز اللي بداياه نعم كان متراكم عليه طبعا مثل ما تفضل السادة محمد شرب المي بكميات كافية للحفاظ على حيوية الجسم والنشاط البدني والدائم لكمان للدمار فيه ناس أنا بحكي لك أنا منهم إن شاء الله هادر المدار راح أغير هادلاشي بتلاقي بيركز على المي عند وقت الفطور بسلخلوكاستين ثلاثة أربعة ووقت الصحور بس هاده غلط هاده غلط ما أعطيت ما مديت جسمك بالطريقة الصحيحة بالتدريج بكميات المياه بالتدريج وكله إيش بيصفي بيروح عام بتأخذه ويطلع بره جسمك وهذا إشي أكيد غلط على فترات متفاوتة حتى أنك أنت تقدر تسيطر على أهمية الميون أوكي حسا إحنا أخذنا أهم موعد للدراسة عشان ننتقل بعدها نقولهم كيف تبت جدول طبعا الجدول اللي بنبني يا جماعة مش شرط تمشي عليه إشي كثير يعني أنا اليوم هدفي حكيت لمصعب هدف إنه نعلم الطالب يبني جدول حسب احتياجه حسب احتياجه نعم حسب معيشتك تمام؟ أفضل موعد للدراسة أستاذ محمد هلا في شهر ربان هلا في صلاحة لو إنه إحنا معطلين عطلة كاملة هلا حكينا بطلاب ينقسموا فيه ناس أنا بأعرف معطلين ومصيثين وفيه ناس لو والله ملتزمين والله يكونوا بعوهم بس حتى الدوام حلو تحت 9-12 ونوث ماكسيمم ماكسيمم فذلك بعد الإفطار بساعتين أو بعد الفجر وحتى الساعة 9-7 يعني منقدر إن شاء الله نزوي جدول طيب عندي مدرسة يا أستاذ هاي هذا اللي بدنا نحكي فيه هاستاذ نحكي فيه أستاذ مصعب وعمل جدول وخط مصعب على اللوح مرتب مثل خط أبو مشعل فلذلك وبعد هكنا نحوط خطنا للمهام اليومية وأنا دائما بنصح دائما افتح أستاذ مصعب على اللوح دائما يا جماعة برصح بنصيحة واحدة اعرف شو عليك هسا يا جماعة فيه ناس بعرفينه منجز بهاي المواد فيه ناس متأخر ببعض المواد ونحن إن شاء الله رح نعطيك إرشاد ونصيحة في نهاية الفيديو لجميع المواد طبعا نحن يوم جدولنا للعلمي جدول الأدب إن شاء الله قريباً رح يكون جاهز مع الأستاذ يازل عقرب أستاذ أستاذ في عنا جدول المدارس يعني اللي بدومين في المدارس أخذ هذا أحلى بيعتمد على موعد نومك نعم على موعد نومك طبعا الكل صهران وفعلتنا صهرانة والأمور تمام خلينا ننام يا جماعة الخير مع الصهر اللي إحنا قاعدين نحكي فيه خلينا ع 12 ليلاً تمام لأن اللي عنده مدرسة لأن اللي عنده مدرسة مجمرة إنه يداوم في المدرسة من 12 ليلاً بدي أنام للأربعة الفجر نعم نعم كويس للأربعة صباحاً هذول أهم ساعتين أستاذ محمد في الدنيا للدراسة آه والله تمام حتى اللي بقول لك بحب إش أصحى الفجر بقدر أن يصحى مية بالمية نعم هسه من الأربعة للخمسة ونص طبعاً بكون مؤذن خلال هالفجر على الخمسة نعم 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 أيوة تقريبا نعم حولاً ورح يرجع جوع هسه الفجر فترة مية بالمية نعم بصحر أنا مينوم بتتسحر سريعاً نعم شو بتسحر أستاذ حبة موزة إشي فيه يحب السوائل نعم زي البوتاسيوم تمام حبة مندورة نعم ماتوك الجبدة نعم 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 إشي بسيط يعني مش إنه يعني مش أروح أحط فيه ناس بحطوا طبيقية جماعة للسهور واحد والله أوكي هيك أنت قاعد ضد برنامج احنا بنحكي لك برنامج صحيح لو طالب ثانوية عامة بدو يدرس نعم صحيح تمام هذول بدي أدرس شو فيهم أستاذ لو أخذنا يا أستاذ مصعب إحنا هكينا خلين بديك تدسفيني عاد بصير فهم إشي حلو تمام طب أنا أستاذي بتغلب في مواد الحفظ بصير أدرس فيهم مادة حفظ طبعا نعمل شرحطة نقدم مادة حفظ على سبيل المثال تربية إسلامية تاريخ أردن اللي عندهم صعوبة في الحفظ بقدر طبعا بس هلوا ليش اختار مصعب الرياضيات عشان تبلش بعملية رفرش من بداية إنها ركنا شوي بس تجمع اللي هي قواي باي بحيث أنه أبلش وأتوكل على الله طبعا لا تنسي تخلل هذا الموعد صلاة الفجر والسحول يعني ربع تلت ساعة من هو ويوفضل إنك تصليها لو بدك تشيل تلت ساعة بترجع بتمدها للستة نعم نعم عادي طبعا لأنه ما في استراحة يعني هذا كمان موجه للشباب يا أخي أحكي لك نفس الفجر نفس مختلف عن كل اليوم أوزون اطلع لك عشر دقائق ربع ساعة أوصل المسجد المسجد عن جد في ناس كتير الحمد لله يعني مساجد عامرة في كل مكان وفي كل محافظة وفي كل بيت فذاك إذا قدرت اطلع ربع ساعة بالضبط قدش صلب تخل ثمان تسعة دقائق خلي روحتك جيتك خمس ست سبع دقائق واقسم بلابة جدة النفسية بترجع بتكون بهمة جديدا حسنا نقول من الخمسة ونص أو للستة للي بدهم يصلوا مثلا الفجر تمام؟ لأي ساعة يا أستاذ محمد؟ للساعة سبعة ونص أيوة ممتاز صحيح ساعة ونص حلوات صح؟ مادة علمية نعم نقول مثلا فيزيا أو كيميا حسب أو كيميا نعم يس عندهم عضوين في فصل التالي فيزيا عندهم مجال مغناطيسي الأحياء خليصة بالنفسة تمام؟ حسنا برأي مصعب من السبعة ونص حسنا دوامنا على التسعة كلنا بنعرف نعم للثمانية ونص تقدر شو تعمل فيهم؟ راحة شو معنى راحة يا أستاذ محمد؟ يعني بقدر أنام فيهم لو ساعة ساعة لربع نعم تدائم هنا أربع ساعات يا حبيبي جبتنا كمال ساعة صارن خمسة إشي كثير كويس ممتاز نمنى نص ساعة ممكن طالب أحكي لك بده يقود يهدي راسه بده يتأمل ما أجمل إنه يتأمل ويريح أصابه ويهدي أموره بعد هيك هكيد عندنا دوام المدرسة مدرسة حسنا نسميه من التسعة لساعة مقسم 13 ونص نعم هذا مقسم التربيه 12 ونص نعم اللي هو المدرسة نعم وإحنا طلابنا الحمد لله بيشلفوا يا مصعب وقت مكتول أنا بدي أعطيهم وقت المكتول تمام صحيح طب 13 ونص بدهوا مش بالمدرسة شو بقدر أعمل بهاي في لهم جدول ثاني هذا جدول مين؟ المداري بس حتى مصعب تعرف أنا برأيي بيقدر ينام فيهم كمان؟ يعني بيقدر يشفت مش رسك مش هون النومة تمام مش هون النومة لأنه أنا حجز لهها لو مداوة مش في المدرسة لو مداوة مش ينام لساعتين ايوة ايوة ينام لساعتين 8 ساعتين لا من 12 ونص أول ما يرجع من المدرسة نعم لثتين ونص يا حبايا ايوة تمام نعم اعمل دكية ارتاح ايوة نعم طب أستاذ أنا صايم طب شيني صايم يا جماعة؟ والله العظيم أصلاً هوني أصعب برمضان يوم يومين والله بعدين جسمك أخي أصلاً تعرف أن الصيام شرع لي إيش؟ يعني من فوائد الصيام طرد السموم من الجسم يعني ربنا أعطانا شهر عشان إيش نعمل؟ بدنا نطرد هالسموم اللي ربنا بتلانا فيها خلال 11 شهر من اللي ربنا بتلافي الدخان اللي ربنا بتلافي الأكل السريع الأكل السريع والفاست فود تمام؟ كل هاي بتقدر تتخلص منهم حبايق دول نعم أنا قاعد بعطيك جدول وحن قاعدين نضغط فيك مش قاعدين نضغط فيه مصعد آه ما بتضغط أنا قاعد نعم الآن من التنتين ونصف أيوة قمنا للساعة بالله دقيقة للثلاث قام صلى الظهور أيوة انه رتب أموره مصعد يعني انه عشان بس يكون انه إيش بلجنا ثلاث تمام عشان انه عم بيقول كاش انه معطني إيش أيوة أيوة عليك نور لا من الثلاث إلى الأربعة ونصف نعم بدي تدرس لي أحيا يا عيني تمام مفتاز رائع أحيا أو أستاذ تاريخ صحيح يعني اليوم أحيا نعم بكرة تاريخ بعده أحيا بعده تاريخ أنا قاعد بنوع 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 طب اسمع بالله بدي أعدينهم بس احنا كم مادة هكت سرنا نجيزين هاي مادة مادتين ثلاثة انا هدول مش بنفس اليوم يوم ببدل هيك وهيك هاي مادة مادتين ثلاثة وبعدها جينا مصعبة يقدس سرنا أربعة وخمسة أربعة وخمسة ضل على فكرة عنا بالظبط ثلاث مواد اللي هم إنجليزي وتاريخ أردن وإيش كمان والتربية إسلامية تربية إسلامية من الأربعة ونصف للستة تمام بسير عمون عليهم بالإنجليزي ما أنا بدي أعطيهم أيوة إنجليزي أو عربي مغارات بصراحة هادهون المواد مش مواد ثقل يا جماع عشان كون متفقين يعني مش مواد ثقل زي باقي المواد ما بقدر قرنها لا بالأحياء ولا بقدر قرنها برياضيات ولا بالكيميا ولا بالفيزياء طيب أستاذ خسوان من ثلاثة لأربعة ونصف مباشرة أروح يخرر يحتل لك ربع ساعة بلش خمسة إلى ربع ما عندي مشكلة بس هدول الساعة وربع خلاص الأمور كويسة أنا برأيي هسا شي عمل يا مصابة خلاص ستة للسبعة ستة للسبعة في مجال نقوله يقرأ قرآن ويدي والله قراءت قرآن ودعاء ودعاء بلش نعم بدعاء لنفسك أول إشي نعم والأبوك ربما يوبك والدك والدك طبعا بس قالك بعدين بر بوالديك بدعاء لهم هيك حلو بسيط يا الله الواحد يكون في عنده إله أثر طيب تمام إنه يدعي لنفسه لأهله لتوفيقه لربه سبحانه وتعالى إنه يوفقه في حياته يوفقه في الدراسته يفتحها عليه طب أستاذ أنا ما كنتش أدرس والله إخلص الدعاء إخلص ما في قلبك قسما بالله والله ربنا راح يفتح عليك أستهلفك بالله كم مرة حسيت بالوطف ربنا باستجابة الدعاء آية واضحة وصريحة ما بدها اتنين يحكوا فيها ادعوني أستجب لكم أستجب لكم لم يقل الله عز وجل جربوا ادعوني أو قل يعني إنه عمل واسطة بين العبد والرب لم يجعل ذلك ما إجاء حكى النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس إنه ادعوني أستجب لكم لا يا جماعة ربنا خلص مباشرة بلا واسطة يعني معنى ذلك أنا مش محتاج أجي أحكى لهم وصعب يدعيلي عشان ربنا يستجيب انت طلع كل شيء عندك والله والله يا جماعة بعيده بكرر هناك ناس بقولوا شهر طيب شو بدي أنجز فيه والله إذا ربنا حلّل البركة فيه أقسم بالله أحسن من السنة كلها آآ والله والله يا جماعة أقول لك يعني بعد الدعاء وهذا الحكي افطرنا ومرنا تمام تمام وتبغددنا على المغرب ما عشان الله فطور منطقي مش الفطور مش خروف محشي هسه مع السبع المص بدك تحضر لك إشي كوميدي تمام احضر أنا بدي أعطيك على الثمانية من الثمانية لصلاة العشاء من الثمانية للتسعة أولى العشرة تمام يا سيد العزيز صلي لك يوم ترويح وتصلي إشي اليوم الثاني ترويح صلي بس لو عشاء تمام صلي روحك عشاء موجه للشاب أولى البناء تمام ما عندي مشكلة ويوم عادي صلي الترويح عادي نعم لأنه أصلا الدراسة عبادة الدراسة عبادة تروح عن نفسك في الدراسة نعم تمام يا حبيبي ما تقولش إني أفتيتها أنا قاعد بحكي لك كمعلم لطالم ثانوية عامة تمام يا جماعة الخير المشايخ من الثمانية إلى العسرة ونصف أدرس لك مادة أنت مقصر فيها أو مراكم عليك فيها أي واقع نحن بحكي علينا نضيف التربية الإسلامية تمام نعم يعني هسا أنت حكيت أيها المادة مقصر فيها نعم نعم احنا ماتقل نعم ونصف نعم لو قلنا العساة 11 لا لتناش درس أيش معلم تربية تربية إسلامية إسلامية أنا هيك معلم إمبغددك ما نضحك ببعض كيف مبغددك تعال من 12 للاربع اربع ساعة نوم بعدين جينا درسنا من 6 من 5 ونص ستي صليناه إلى آخره درسنا كمان المادة وبعد ذلك ارتعنا كمان ساعة، اطلعنا على المدرسة، وبعد ذلك رجعنا نيامنا قديش؟ ساعتين وبعد ذلك درست لك مادتين خفيفات لطيفات، وحطنا لك ساعة تقرأ فيها قرآن وتدعي ربنا وتتوجه له بكل ما أتيت من قوة ومن ثم بعد ذلك جينا حكينا أحكي لك بعد الفطور، اقعد وكل قطايف وبندك تروح للجامعة روح وصلي، ممكن هيك يوم أعمل واليوم الثاني من الثمانية إلى العشرة ونصف أي مادة مكسورة علي، أنا بقعد بشتغل فيها، و11-12 بلدرسة الإسلامية والله لا تنجز المكسورة عليك كل يعتمد، تخيل؟ طب هذا مرحب الله أريد أن أخي لك، لا أريد أن نشروا هذا الجدول، دعنا عليه أريد أن أريد أن أريدهم على الخيار الثاني، خلص تعرف أن الطالب الذي أريد أن أدرس بالليل، هذا الجدول مناسب لك كامل، لكن ماذا أريد أن تفعل؟ هذه المساحة، يسيد يخليك أنت صاح إلى الساعة سبعة ونصف، بعدها أسحبها يا حبيبي نور للساعة واحدة ثنتين أنورة ثنتين، للأربع للثلاث، شو الأمور؟ تطلع نار، تطلع نار يا جماعة، والله تطلع إشي خرافي يعني حتى لو أنه عن جد، سأحكي لك أنا بعيد وأكرر، هدفي وهدف مصاب اليوم شغلة واحدة نطلع نعلمك كيف تبنيه، جدول، جماب، أنت اللي بتبنيه، مش أنا ولا الأستاذ محمد، أرشدناك وعطناك إحنا إرشاد إلك يا أستاذ حتى أنك تصير في طريقة صحيحة وسليمة لكن تقول ليش رمضان بندرسش فيه؟ تقول ليش رمضان بقدرش أروح فيه؟ بقدرش أعمل فيه إشي لا بتقدر تعمل كل إشي بتقدر تكسب الأمور لصالحك، تقدر تقلب كل الموازين باتجاهك، بس أهم إشي أخلص النية والدعاء حتى تصل إلى ما تريد إن شاء الله ما رح نتركه في برامج خاصة من أستاذ محمد مشعل، أستاذ يزن عقرباوي، أستاذ مصاب القطاوي، أي أستاذ موجود معنا في موقع وتد؟ جميع كادر وتد، نعم، لكم في خدمتكم في شهر رمضان المبارك رمضان المبارك، استنوا لايف الأدبي مع الأستاذ يزن عقرباوي كل عام، أنتم بخير